بكافة مؤسسات التعليم الثانوي بالجزائر انطلقت الامتحانات التجريبية للباكالوريا استعداداً لامتحان شهادة الشهر المقبل امتحانات الباكالوريا البيضاء أيضاً فرصة لتصحيح الأخطاء وهذا هو الشيء المهم بالنسبة للمتعلم أن يصحح أخطاءه حتى قبل أن يصل إلى قاعة الامتحان في الباكالوريا الحقيقية قالوا أن الباك وعار وباك بلونجي سعيب على الباك أهمية التحضير النفسي والبيضاغوجي للمتحانات النهائية جعل الالتزام بالحضور على ما تنميزت الاختبارات التجريبية لهذه السنة من جملة 246 تلميذ هناك 17 تلميذ غائب بنسبة مئوية قدرت بـ 6.99% اختبار جهس سهل بل بزاف سي كي أنا جستيان بون العربية جتني شوية شوية من القانون اللي جنيت خي فاسل شوية مستريسية إن شاء الله الجزء على خياره إن شاء الله قاعد نخدمه هي باكالوريا تجريبية بنكهة رسمية يعيشها تلاميذ الأقسام النهائية قبيل امتحانه من رسمي يوم 11 جوان المقبل